التنمية المستدامة توجه يضمن استدامة الرفاح وهو هدف احتضنته الدول ليدرج على رأس أولويات حكوماتها ويكون نصب الأعين للتقدم والرخاء اهتمام خليجي بهذا الشأن تجلى في ندوة لتطبيقات نووية من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين مجال التعاون من أجل التنمية المستدامة الآن هو شاغل العالم كله أصبح التنمية المستدامة من قبل ومن بعد ريو عشرين هذا هي الآن الأساس في التنمية لأنه إذا نتنمي وننمي المياه ما سونا شيء الغرض الأساسي من هذه الندوة هو التعرف على التطبيقات السلمية لعلوم النووية غير توليد الكهرباء بالطاقة النووية التطبيقات السلمية في مجال تحسين الصحة تحسين الغذاء الكشف عن المياه الجوفية مكافحة الأمراض والأوبئة وغير ذلك وهذا الحقيقة هناك تاريخ للكويت التعاون مع الوكالة من أجل بناء القدرات المحلية من جانب من جانب آخر هو المشاركة في مشاريع مشتركة تبادل المعلومات ووجهات النظر حول الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية لمواجهة التحديات العالمية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية أهداف رصدتها الندوة الخليجية تدف الندوة هذه إلى تسليط الضوء ومناقشة أبرز التقنيات النووية ودورها في عمليات التنمية في الدولة طبعا هي ندوة خليجية فهناك مشاركين من جميع الدول الخليجية وسوف يتم في هذه الندوة عرض لأبرز الإنجازات والتعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت مع الوكالة الدولية طاقة ذرية ندوة ستثمر بتعزيز التعاون الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجية يؤكد متاهتمام الدول بأهمية الشراكة من منطلق وحدة المصير زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس